السلام عليكم البنات ومرحبا بكم عندي في القناة نتمنى تكونوا باخير وعلى اخير ان شاء الله اليوم البنات فيديو جديد كانت عندي كوموند وبغيت نشاركها معاكم نتمنى هاد الفيديو يعجبكم في هاد الكوموند هادي كانت عندي طرطة صغيرة وكانت عندي ليت خونج وكان عندي هاد الرول وهذا نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ونتمنى تعاونوني بلايك والبرتاج مع الاهل والاصديقاء وما تنسوش تكملوا الفيديو حتى الاخير باش شوفوا معايا قاع المراحل بالنسبة للجنواز اللي غادي نصوب بها لتخونج عندي خمسة ديال البيضات عندي لي ما بحكوكا القشور ديالها عندي قبيصة ديال الملح عندي خمسة المعلقات ديال سكر حبيبات مع عامرين شمسوحين عندي خمسة المعلقات ديال الدقيق عامرين مزيان معلقة عامرة مزيان وعندي واحدة صاشي متاع سكر فاني درت هنا يا خمسة ديال البيضات زلت عليهم خمسة ديال المعلقات ديال سكر حبيبات زلت عليهم قبيصة ديال الملح زلت سكر فاني وزلت داك القشور ديال حامضة بالنسبة للحسب باش يحيدك زفورة انتع البيض وكندرب البيض بها الطريقة هذه وانيق sprout أسهم القشور هو كان دير سرعة كالقصة وانيق ثم نزيد قلي Janet موقع بشÜي precisamente دير سرعة هادي. هادي نزيد دقيق آآ نديرو علاجوش ديال الدفوعات ما تديروش دقيق على دفوعه وحده باش داك لهوا اللي في البيض اللي طلعتوه ما يهبطش آآ كان نقسم دقيق ديالي على زوج وكان بقى نحرك بهذا السباتر هادي من تحت الفوق من تحت الفوق حتى يتخلط لي الدقيق وبالنسبة للدقيق تكون نوعية جيدة ويكون آآ الدقيق مغربة وحا تكونوا مغربنينو في الاول من تجيو تديروه فوق الخالد ديال الجينواز داروري ما تغرب له باش جيكم الجينواز خفيفة ومهوية آآ بعد ما زدك الدقيق ديالي خلطو مزيان من تحت الفوق من تحت الفوق حتى تحسوا بالدقيق ديالكم تخلط ما بقاش وكتخلطو غيب شوية بعد ما خلطوه جبت هاد اللاطة اللي غادي ندخل هالفران آآ فرشت لها عنا يا هاد الوارق متاع المطبخ بالنسبة للفران انا راني مسخنه من قبل ادي ندخل الجينواز ديالي الفوق في الفران وننقص لها بنسبة لطياب ديالها آآ عشرة دقايق تكون طايبة الفوق في الفران تخليوها عشرة دقايق وخمسة دقايق لتحت تكمل آآ طياب ديالها بعد ما خلط الجينواز ديالي طيب في الفران آآ دست هنا يا باش نصاوب الجينواز ديال آآ طورتا وديال الرولو بنسبة هنا ايا لهاد الجينواز هادي احتاجت فيها ستاديا البيضات وعندي عندي هنا يا ستاديا المعلقات ديال سكرح وبيبات عندي رشان تعال الملح عندي واحد سكورفاني وعندي ستاديا المعلقات ديال الدقيق درت هنا يا ستاديا البيضات زتعليهم ستاديا المعلقات ديال سكرح وبيبات زتا رشيشان تعال الملح زت واحد سكورفاني وزت نكهة ديال الحامض على حسب باش تحيدنا زفورة ديال البيض وكننخلط هنا يا بهذا الباطل نتعضو هذا كان ندير سرعة غي شوية بشوية حتى يتضعف الحجم ديال البيض وكيرجع اللون دياله بيد كي مشته معايا وكان ندير الدقيق ديالي كان قسموه على زوج ديال الدفوعات درت الدفوع الاولى وكان خلط بهذا المعلقة هادي من تحت الفوق من تحت الفوق حتى يتخلط الخالي ديالي وتحسو بالخالي ديالكم ما بقاش فيه الدقيق دروري ما تخلطوهم زيان وما تخلطو غيب شوية ماشي بسرعة باش ذاك الهوالي في البيض ما ينزلش معاك واخذكم معلقة طويلة باش تبقى تخلط لكم من تحت الفوق باش ما يبقاش دقيق عندكم تحت ويبقى لكم الخالي ديالكم الفوق راه مخلط والتحت يبقى لكم دقيق دروري معلقة تكون طويلة وتخلطو من تحت الفوق من تحت الفوق حتى يتخلط الخالي ديالكم جبت هنا اياه هاد المول whence 00éhanna وهاد اللاطة اللي لدخلهπου الفران وغادوف نقسم الخالي مكاني م وأوسط Di elellaria نصف نشاف النارياض الص disabilities fonabil Yuri صريحتوتهم هنا a 갖고 لدي الفران داخلت الجين الوجيا داخلتها الفران خليتها لفوق 10 دقائق حتى شدت راسها وهوتها لتحت 1 دقائق كملت الحمورة ديالها وبالنسبة للطوردة الجنواز اللي غادي نساوب بها الطوردة دخلتها لفوق في الفران طابت 15 دقيقة وهوتها لتحت تحمرت 1 دقائق بالنسبة للرولو بعد ما طيبته لويته في هاد الوراق اللي طاب فيه باش يعطيني الشكل ديال الرولو وخليته يرتاح وحد الساعة عاد باش غادي نساوبو بالنسبة للطوردة الجنواز اللي غادي نساوب بها الطوردة غادي نقسمها على زوج كما كتشوفو جبت هاد الموس اللي دير كن منشار وغادي نقسمها على زوج على هاد طريقة قسمت الجنواز ديالي على زوج وغادي ندوز هنا يا دست هنا نقطح هاد الجنواز هادي اللي غادي نساوب بها لتخونج غادي نقسم هاد الجنواز على ثلاثة كما كتشوفو كنقسمهم على ثلاثة نيشان لها الطريقة وكما اشتوا معايا هاد الجنواز كتجي ناجحة وكتجي زوينة بعد ما قطعتهم على ثلاثة غادي نخليهم على الجنب وباش غادي ندوز نصوب معاكم الكريمة السائلة بنسبة للكريمة السائلة عندي يطرو كما اشتوا معايا عندي هاد هاد ثلاثة ديال الوصفات غادي نحتاج يطرو ديال الكريمة السائلة كافية وغادي تجيني نيشان مع هاد الوصفات اللي غادي نصوب بالنسبة هنا يا الكريمة كنت دايرها في الثلاجة ضروري ما تحطوا الكريمة ديالكم في ديروها في الثلاجة وحد ساعة ولا ساعتين من جيو تخدموا بيها باش تطلع لكم وجيكم زوينة ضروري ما تبرد مزيان ما تخليوها ش تلج غي تبرد مزيان بعد ما طلعت الكريمة ديالي بهاد البطور نتعضو هذا غي شوية بشوية حتى طلعت بها الطريقة هادي ما غاديش نطلحها مزيان غي واحد شوية تعقد وغادي نقسم الخالد ديالي عاد باش غادي نزيد نطلحها ما طلعت الكريمة ديالي كي ماشتو غي واحد شوية ما زال خسني عاد نطلحها عاد نخدمها مزيان عاد نقسم هاد هاد الكريمة ديالي علازوج وبالنسبة لهاد الكريمة اللي قسمتها غادي نديلها نروح نتع القهوة كي ماشتو معايا غادي ندير غي واحد رسم علقة السيدة اللي بغت هالطورتة هذي بغتها بالروح نتع القهوة و غاد نطلع مزيان مزيان هاد الكريمة مع ذاك الروح نتع القهوة اللي درت لها قد نطلحها مزيان مزيان و نخدمها حتى تطلع الكريمة ديالي وتوجد بهالطريقة هذي بعد ما دخلت ديك الروح نتع القهوة مع الكريمة صفي هنا يا راهي الكريمة ديالي واجدة كترجع لها تشكل هذا دست هنا يا باش نطلع الكريمة اللي قسمتها مدرت لها حتة شي حاجة غادي غادي غي نزيد نخدمها ونطلحها بعد ما خدمتها وطلعت كترجع لها ديالشكل هادي صفي راهي الكريمة ديالي هنا يا واجدة بعد ما وجدت الكريمة ديالي غادي ندوز باش نصاوب تورتا بالنسبة هنا ايه جبت هاد البلاتو هذا وقلبته باش غادي نقد عليه الطورطة درت هنا ايه هاد الايطار اللي كان نساوبو به الطورطات وحطت الجين واس ديالي التحت وسقيتها بهاد السيرو اللي صاوبته بالنسبة للسيرو درت كاس ديال الماء وجوش كيسان ديال السكر وخليتهم فوق البوطة غلاو واحد لخمسات دقائق حتى عقد لي السيرو ديالي ودرت له واحد السكر فاني نسمتها تسيرو بسكر فاني ودرت الكريمة كي مشتو درتها وقديتها مزيان مزيان وزدت طبقة الزوجة ديال الجين واس وكنسقيها بهاد السيرو هادا كان سقيها مزيان مزيان وكنزيد واحد الكيمية اللي هي كتير ديال الكريمة كي مشتو معايا طبقة الاخيرة وكنقضها بهاد السباتور هادا كان قنقضها مزيان مزيان كي مشتو معايا كان قدها راها سهلة وإي وحدات قدر تصاوبها كان قدها مزيان مزيان وغادي نحيد لها هاد الاطار هادا كان مدرت هالفت للاجالة تشي حاجة تمتما قدت الطرطة ديالي وحيدت لها هاد الاطار هادا لحقاش سيدة كانت مزروبة بيها وكنصاوب لها الجنب ديالها بهاد طريقة كان نفينينها الجنب ديالها الجيها اللي ما وصلت هاش الكريمة كان زيت لها الكريمة وكنصاوبها بهاد طريقة هادي كاندور الطرطة ديالي وكنصاوبها راها كتجي ساهلة وإي وحدات قدر تصاوبها بنسبة هنا هيا قدي نخلي الطرطة ديالي على جنب وندز هنا باش نصاوب هاد اللي دخونج هادو بنسبة هنا هيا حطيت الجنواز فوق هاد البلاتو باش يساعدني في الخدمة وصقيت الجنواز ديالي سقيتها مزيان مزيان بدك سيرو اللي ذكرت معاكم فيه الفاني ودرت الكريمة ديالي بهاد طريقة هادي كانديل الكريمة وكنصريحة بهاد سباتور هادا كانعتادر هنا هيا كان دو ما بنش ما بنليش تصوير مزيان كانعتادر درت هنا هيا الكريمة كي مشتو معايا وقديتها مزيان وزدت الطبقة الثانية ديالي الجنواز وصقيتها مزيان مزيان كي مشتو معايا وزدت الكريمة بهاد طريقة هادي كاندير الجنواز وكنصقيها وكنزد فوق هالكريمة بنسبة هنا هيا الجنواز الاخيرة قدرت هنا هيا سقيتها مزيان مزيان وغادي نزيد الكريمة كانزيد الكريمة واحد الكيمية اللي هي كثيرة وكنبقى نقدها مزيان مزيان كي مشتو معايا كان قدها بعدما قديتها وغادي نخليها علاج بترتاح باش غادي ندوز عاد نكملها الخدمة دست هنا يا للرولو جبته هنا وكندير الكريمة فوق منه كي مشتو معايا لهاد الجنواز هادي ما سقيتها متاشي حاجة مباشرة درت فوق ها الكريمة كي مشتو معايا بهاد طريقة درت الكريمة واحد الكيمية اللي هي كثيرة وكننروي هاد الأوروات ديالي كنرويه بهاد الكاغط هذا اللي هو كذب مفيه ااء اه على هاد شكل هاد وكنبقى نزيد له الكريمة الفوق بهاد طريقة بهاد المعيmesan كنزيد الكريمة وكنقادها مزيان مزيان الفوق منه كاننغطالو قاع لوجه ديالو على هاد الطريقة هاد ايه كانغطالها لوجه ديال هاد الرولو هاد ووجبته هناcha وكندير هاد الخطوط هادي هادي وانتو ما الخطيار ليكم كما بغيتو تزينو تزينو عندي هنا يا نباج وعندي الروح نتاع ديال الفريز درت هنا يا زوجمعي القاد ديال نباج وغادي نزيد عليهم الروح نتاع الفريز وغادي نخلط مزيان مزيان ذاك النباج تن تحصل على اللي انا بغيتو بهالطريقة هادي كنخلط مزيان مزيان هاد نباج مع نتاح الفريز بهالطريقة هادي كنخلطو مزيان مزيان وغادي نديرو كندير هنا هاد القلاس اج اللي درت بنباج ونكهى نتاع الفريز كان قدوا فوق الجه ديال للتخونج ديال بهاالطريقة هذه كان قدوا مزيان مزيان كان كدلو الوجه مزيان مزيان جبت هنايا هاد الموس المسننلي ديالك المنشار وكنقطع الجوانب ديال اللي تخونج بهالطريقة هادي كنقدهم مزيان مزيان كنقلع لهم قاعدك الزيادة اللي مع الجناب بهالطريقة هادي جبت هنا يا هاد الكيسات نتع الكب كيك وكنقطع لتخونج ديالي على هاد شكل هادا وكنديرهم في هاد الكيسات هادو ديال الكب كيك كماشتم عايا هاد لتخونج هادو كجيوزوينين وناجحين وبالنسبة لي انا ما خليتهمش ما درتهمش في الثلاجة يرتاحوا سيدة كانت مزروبة بيهم وغيصة وبتهم تمت ما قطعتهم بالنسبة لي كم انتم ما إلا ما كنتوش مزروبين بيهم تخليهم في الثلاجة حتى يرتاحوا وذاك النباج معال مني كانت على الفريز اللي درتهم من الفوق يرتاح ويشد راسو ومن تقطعوهم ما يسيح معاكم متاشي حاجة بالنسبة للطرطة ديالي درت لها القاو قاو كونكاسي مع الجناب محمر في الفران حمرته في الفران ودرتوا لها مع الجناب كي مشته معايا وجبت هادو البوش هادا اللي فيه الكريمة ودرت لها مع الجناب الكريمة كي مشته بالنسبة هنا يا التزيي اللي غادي نديلها فوق الوجه ديالها عندي زوج معلقات ديالناباج ودرت لهم واحد راس معلقة انتع الروح انتع القهوة كي مشته معايا الطرطة فيها درت لها الكريمة درت لها الروح انتع القهوة وحتى فوق الوجه ديالها درت لها النبج والروح نتعلقه على هالطريقة كنسرح ذاك النبج اللي فيه الروح نتعلقه واللي صاوت معاكم كنسرحولها فوق الوجه ديالها كي ما شدته معايا صرحته مزيان وقديته ودرت الكريمة هنا يا في الجوانب وبنسبة لتزيين عندي الفريز قطعته على هالشكل هذا وحطيته هنا يا في الجنب منتع الطرطة كي ما شدته معايا بعدما كملتها كي جي شكل ديالها على هالشكل كي ما شدته بالنسبة هنا يا غادي ندوز باش نصاوب معاكم الرولو نكمل تزيين دياله غادي نقطع له الجوانب دياله وبهالطريقة ونقدم زيان بالنسبة باش غادي نزيين هاد الرولو هادا عندي هنا يا شكلات فيرميسال غادي ندل له من الفوق كي ما شدته معايا وجبت هنا يا هاد البوش قدرت فيه الكريمة اللي تبقات لي وكنزينو بهالطريقة من الفوق كي ما شدته معايا وحتى هو زينته بالفريز من الفوق بالنسبة اللي تخونج درت لهم الكريمة على هاد شكل هادا ودرت لهم شوية ديال فيرميسال من الفوق كي يجيوا على هاد شكل هادا بعدما كملتهم درتهم هنا يا في هاد درتهم هنا يا في هاد البوط هادو بالنسبة للطرطة فيها كيلو خرجتها بثمانين درهم بالنسبة اللي تخونج خرجتهم بخمسة درهم اللي حبة وبنسبة للرولو خرجتوا بخمسين درهم اتمنى هاد الفيديو يعجبكم وانتمنى تجربوهم كي يجيوا زوينين وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر